بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي اليوم موضوع جديد بالنسبة لنا من موضوعات الفلاود وهو موضوع الانيرجي أو الانيرجي اكويشنز في هذا الموضوع احنا هنشتق معادلة البرنولي اكويشن والأويلر اكويشن فور فلو اللونج ستريم لاين يبقى الاويلر اكويشن فور فلو اللونج ستريم لاين اذا ما احنا تعودنا فيه طريقة الاشتقاق انا هناخد المنت فاحنا ناخد المنت من الفلاود اللي قدامنا ده والديركشن بتاع الاستريم لاين اللي هو اس وببتدي ادرس تأثيرات الفرصة عليه بس انا عندي هنا لما اشتق هذه المعادلة بتاعت اويلر بحط مجموعة من الاسمشن اللي هي نيدد فور اويلر اكويشن اند برنولي اكويشن اللي هو شروط انه السريان يكون عندي سريان مثالي يعني ايه سريان مثالي يعني فريكشن اس يعني ما عنديش عندي احتكاك بين طبقات الفلاود وبالتالي معناها تأثير فيزيكوستي مهمل السريان استيدي يعني ضغير اي خاصية مع الزمن بيساوي سفر السريان انكمبرسبل يعني الدينيستي ثابتة بعتبد الموشن اللونج ستريم لاين يعني ديركشن بتاع اللونج ستريم لاين بفترض ان السريان كمان الروتشنال فلو يعني ما عنديش دوامات طبعا هزي الشروط المثالية بتجعل من السريان سريان مثالي ان في مجموعة من الفورس اللي ممكن تتولد كلها بتختفي وببتدي اطبق الفورس اللي موجودة عندي يبقى لو اتخدت هنا ادى البرشر بي في دي ايه وبعدين البرشر هنا في الاريه هتبقى ناقص بي زائد برشا البي برشا الاس في دي ايه وبعدين عندي مركبة الوزن اللي هي الام جي اللي هي الرو في الفوليوم يبقى ده الرو في الجي في الفوليوم وببتدي اعوض وببتدي اختصر يطلع عندي ان واحد على روح برشا البي برشا الاس جي كوزين زيتا اي اس بتساوي سفر لو انا عندي السريان ستادي وجيت شوفت تغير لي اس يبقى عن برشا البي برشا التي زائد بي برشا البي برشا الاس السريان ستادي بيترمي ده بزيرو تصبح بي دي بي باي دي اس من الشكل هندس الشكل كوزين سيتا دي زد ساوي دي زد على دي اس بس بعوض بتطلع عندي المعادلة بالشكل اللي موجود قدامي ده اللي هو الدي بي على رو زائد جي في الدي زد زائد في دي بي بتساوي زيرو هذه المعادلة بنطلق عليها اي لر ايكوشن اف موشن ات از وان فورم اف مومنتم ايكوشن فور اي دي الفلو بنعتبر مومنتم ايكوشن لاي دي الفلو اي دي الفلو اي دي ستادي انكمبرزبن اندلتيشنال فلو ودي احد صور المومنتم ايكوشن احد صور المومنتم ايكوشن اللي هي اولر ايكوشن لسرايان مثالي ينطبق فيه الشروط اللي احنا قلناها طبعا المومنتم ايكوشن لما بيكون بالصورة الكاملة بتبقى بيري كومبليكاتي بنطلق عليها مع موات المعادلة الأخرى وده ان شاء الله تقدرز بالتفصيل في اللو دي لو انا جيت عملت انتجريشن لهذه المعادلة بحصل على البرنوري ايكوشن وبالصورة اللي قدامنا هي db على γاما زائد v2g زائد z يعني معناها مجموع الطاقات خلال أي مقطع ثابت طب لما أجبص المعادلة دي ده عندنا اللي هي وده عندنا الديناميكهد وده عندنا البوتنشانهد بلا وحدتها بالمتر رغم ان احنا بنطلق عليها طب هذا الكلام ازاي لان دي في الدريبيجن بتاعنا بتقسم على الويت وبتصبح كل حد من هذه حدود معادلة عبارة عن الانيرجي بير يونيت ويت اللي هي نيوتن متر نيوتن يطلع الناتج عندنا متر يبقى انا عندي ده نتيجة الستاتيك بريشور ده ديناميكهد او بنطلق عليه فرص يد في بعض الاحيان نتيجة طاقت الحركة وده بوتنشن الهيد اللي هو الارتفاع اللي عندنا مجموع البي على جاما زائد زائد بسمية بيزوماتريكهد يبقى دي معادلة البرنولي اكويشن اللي احنا حنشوفها وهنستخدمها وهي معادلة انيرجي اكويشن وبكده يبقى احنا اخدنا الثلاث معادلات الحكيمة الماس كونسيربيشن المونطم اكويشن الانيرجي اكويشن نبتدي نشوف باقي الكلام حوالين الانيرجي اكويشن المحاضرة القادمة ان شاء الله